صدق المجلس على سلسلة من التعيينات وعددها تمانية تعيينات يهم الأول السيد زكريا بالغازي في منصب مدير عام طيارة المدني بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الجماعي وتهم المناصب السبعة وزارة التربية الوطنية والتكوي المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سيد محمد عدناوي في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط جامعة محمد الخامس بالرباط سيد خالد البكري في منصب مدير المدرسة العلية للأساسية تعليم التقني بالرباط جامعة محمد الخامس بالرباط سيد عبد الرحيم خالدي في منصب مدير المدرسة العلية للفنون تصطبيقية بالدار البيضاء جامعة الحسن الثاني بالدار البداء السيد عمر بوعتان في منصب مدير المدرسة العليا للأساسية تعليم تقني بالمحمدية جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء السيد حسين أزدوك في منصب مدير المدرسة العليا للأساسية بالدار البيضاء جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء السيد عبد المجيد بدري في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ثم السيد محمد العربي كركب في منصب عميد الكلية المتعددة تخصوصات بالعرائش جامعة عبد الملك السعدي بتطوان